أشكرا لكم أشكرا لأخوة الكرام الذين أفرقوا سيلا من الأسئلة على هذا العرض وهي في الحقيقة أسئلة موجهة إلى الإمام السيووي وفي الحقيقة في المنصة السيووي أما أنا فإنما تأبطت كتابا لبضاة أسابيع لأنني أخذ منه بعدما أقول لكم كثير من الأمور وردت على الكتاب ولا يمكن أن تكفي هذه الدقائق الأربع في الإجابة عن هذه التساؤلات لكن أحاول أن أطرح بعض الأسئلات نيابة عنكم وأجيب عنها هل سيبويه مقرئ؟ لأن هذا السؤال ربما يجيب عن كثير من الأسئلات ليس لنا من الأدلة ما يدل على الإجابة لعلى النفذ ولذلك يحق لنا أن نقول إن سيبويه يضع المنهج استعانة بالقراءات وهنا أفرق بين القراءات والقرآن الكريم كما أعتقد أن أستاذنا الكريم أحمدته فعلا في كتاب سيبوي ومستلفة نظري هذا اكثره رحمه الله من الاستجادة بالقرآن الكريم كما أشرت لكن الذي يعنيني في العرض كيف ينظر إلى القراءات وجدت أنه ينظر إليه نظرة منهج ولذلك إذا عدنا إلى تقويم الكتاب سيبويه عند القدماء كمحمد بن يزيد عندما يقول لم يعمل كتابه في علم من العلوم مثل كتاب سيبويه وذلك أن الكتب المصنفة في العلوم مضطرة إلى غيرها وكتاب سيبويه لا يحتاج من فهمه إلى غيره ولا أعتقد أن محمد بن يزيد يقصد كم المعلومات الموجودة في الكتاب وإنما يقصد المنهج لماذا؟ لأن محمد بن يزيد هذا عبارة أخرى يقول فيها معللا لهذه الأخضر إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيح يتعلم منه النظر والتفتيح وقد قال هذا في معرض تعقيبي على من استغرب قول الجرميل الملقب بالنباح أنا منذ أو منذ ثلاثين وإحتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه والكتاب سيبويه كما معروف في سيبويه وأكد محمد بن يزيد سمعه هذا القول من الجرميل وأمأ بيديه إلى أذنيه وعلى قولة الجرميل بأنه كان صاحب حديث فلما علم كتاب سيبويه تفق هذا الحديث إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيح إذن هي مسألة منهج ولذلك إذا عدنا إلى بعض الأماكن من الكتاب مثلاً باب الاختلاص هو يتحدث عن الاختلاص استفتت نظري عبارة أنه قال فيها عندما يتحدث عن ما سمه هو الإشباع الإشباع ليس قبيل إشباع المدنة الإشباع مقبله التنطيط يقول وهذا تحكمه المشافة هذه العبارة هي عبارة منهجية بامتياز تحكمه المشافة فيشير هنا إلى أن قضية القراءات في كثير من دقائقها الصوتية لا يمكن أن تقرأها في كتاب وهذا أعج به إلى ما أشار الهبار الإخوة من القضية الإجازة والقرآن الكريم ولماذا لم تلقى القراءات من الحقيقة ما لقيه علم الحديث في الحقيقة هو لقي من العناية ما لقيه علم الحديث مع فارق لأن علم الحديث له مجال وهو أخبار الناس أو الأخبار التي حملها الناس مسندة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم فهو هذا للأمة كلها كذلك منهج أيضا نجيب به عن سؤال آخر لماذا لم يوجه سيبوي حمالة الحق هو أن ليس مطالبا بأن يوجه كل ما ذكره أحيانا يوجه أحيانا يوجه توجيه واحدة واثنين وثلاثة قوله تعالى قد كان لكم آية في فئة التقطة فئة تقاتل في سبيل الله فئة تقاتل في سبيل الله وجهت للتوجيه وجهت للتوجيه لكن في كثير من الأمثلة لم يوجه لماذا؟ لأنه ضبط لك المنهج وتركك أن تتصرف بناء على هذا المنهج بعض طلبانه أنا لم أذكر أن الكتاب تقسيم القراءة إلى متواتل وشاذ ربما اختلط على السامع ما أشرت إليه من كلام بن جني في المحتسر رحمه عندما فسر شاذ ووفاه حقه يعني لا يلزم من وصفك القراءة بالشذوذ أن تعرض عنها لأنها معين لغوي كبير فالكتاب إذن كتاب سيبوهن ليس كتاب القراءة وإنما الكتاب كتاب لوضع المنهج للاستشادي بالقراءات والاستشادي للقراءات القرآنية وهو ما عبر عنه بن جني رحمه الله في مناسبة من المناسبات بما عبر عنه بعض المعاصر بالتذوق لمم سيبوه رحمه الله يتذوق القرآن الكريم ويتذوق القراءات وبناء على هذا التذوق وضع لنا هذا المنهج من خلال هذا الكتاب عليكم الآن الكتاب من الكلام لكي بالوقت يكتفي بهذا وأشكركم مرة أخرى والسلام عليكم